وصلنا إلى فقرة الاستضافة وفيها نستضيف المصور وصانع الأفلام عبدالله الجرادي عبر الأقمار الاصطناعية عبدالله أهلا وسهلا فيك كل عام وانت بخير مؤخرا عمين وإياكي وهلا بك أستاذة ومشاهدين الله يحييك عبدالله بداية كيف تحب تعرف عن نفسك أحب أعرف عن نفسي شخص طموح فرض عليها الواقع أن يعيش في جغرافيا معينة بإمكانية بسيطة فقررت وفق الإمكانية البسيطة أن أكون شيء في هذا المحيط جميل طيب ماذا عن تخصصك الدراسي شغلك عملي أنا أعمل كمصور فوتغرافي وصانع أفلام سنة ثانية إعلام طبعا المفترض أن واحد كنت تخرج لكن الأوضاع والتنقلات من محافظة لمحافظة والتنقلات الاضطرارية طيب عبدالله متى بدأ شغلك في التصوير والله تقدرين تقولي موضوع التصوير جاء كمصادفة مرغوبة يعني كان بداية الأمر في 2011 كان الموضوع كأمنية يعني من شاهدة المصورين فحبيت يعني أستفسر من الموضوع أستفسر من الأدوات من الكاميرات من الكذا أسعارها خلتني ألغي الفكرة في البداية ألغي الفكرة تماما بعدين؟ فبسبب الأوضاع وسبب ما حدث اضطرينا أن ننتقل إلى مأرب ففي مأرب كانوا بحاجة إلى مصورين كانوا بحاجة إلى مصورين صحفيين فالحمد لله يعني شفتها كأنها الفرصة لأنه بن سابق ما كان عندي إمكانية يعني أن أنا أشتري أدوات أو أشتري كاميرا أو شيء فالحمد لله بدأت وسلموا لي كاميرا احترافية وبدأت العمل فيها كنت نزل كتصوير صحفي لكن يعني أي منطقة كنت أزورها كان لابد أن أخذ نصيبي في مسألة يعني حياة الشارع كنت أخذ صور للطبيعة فيعني الحمد لله وجدت نفسي يعني كأن أنا وجدت نفسي في هذا الشيء وبدأت أطور نفسي باستغلال الشبكة العنكبوتية واليوتيوب يعني الحمد لله الآن ما أحد يقدر أنه يكون بدون معلم في وجود الشبكة العنكبوتية نعم هم يقولوا كل مواطنة لأنه أصبح صحفي لأنه يستخدم التلفون الكاميرا في تلفونه طيب أول كاميرا استخدمتها شخصياً أنت إيش كان نوعها؟ أنا أول كاميرا استخدمتها الكاميرات القديمة أبو فيلم يعني عادوا تحميض ما تحميض زمان يعني كان كان الموضوع حب كانت موجودة معي وكان أخرج أصور بها في العراس فكان يعني شرطي أنهم يوفروا لي فقط الفيلم أصحاب المناسبة وأنا أصور لهم مجاناً أشبه الرغبة هذا كان زماناً الآن الكاميرا التي تستخدمها الكاميرا الخاصة بك ما نوعها؟ أنا الكاميرا استخدم 5D Mark 3 وأستخدم سوني 7R Mark 3 ربما أنت تعرف أكثر طبيعي أنك تعرف أكثر والحمد لله طبعاً الكثير من المعدات يعني الحمد لله طيب ذكرت في صفحتك من الفيس بوك أنك تهوى تصوير الأطفال ليش؟ طبعاً تصوير الأطفال بيعكس جمال حقيقي للإنسان للشخص نفس يعني لا في لا تصنع لا في ابتسامة ولا في تصنع لا في زعل يعني كل الملامح بتشعر أنها خرجت من روح نقية يعني عكس لما نخرج نصور أشخاص كبارة أو أشخاص في استوديو أو كذا فكله يكون شبه متصنع لكن طفل لكن بالمقابل التعاون مع الأطفال صعب يعني الطفل ممكن يأخرني ساعة هذا اللي أتكلم عنه التعاون معهم صعب لكن لا شوف شوفي أنا ما أتعامل مع الموضوع هذا كعمل يعني أنا لما أخرج أنا وطف أو أخرج في تصوير أطفال أخرج وأنا متعامل مع الموضوع كنزهة أو كتمشي يعني دائماً مع صور الأطفال في أجواء خارجية نفسك طويل فالحمد لله يعني أكثر عمالي أنا ما أتعاملش مع الموضوع كعمل بقدرة ما أتعامل مع الموضوع يعني كحب وشغف وراحة راحة نفسية بالضبط هو الشغف لما تحب الشغل اللي تشتغله يرجع الشغف يرجع أكبر من الهواية طيب عبد الله نروح نشوف الآن مجموعة صغيرة من صورك بعدين نرجع لإمتبعات المقابلة الحمد لله اشتركوا في القناة صور جميلة واحترافية كما يبدو طيب عبد الله يقول قائل أن المصور المصور له نظرة أخرى للمناظر للأشخاص هذا كم ينطبق على شخصيتك أنا الحمد لله أنا مأخذ هذا الموضوع كشيء أساسي في رحلتي إن شاء الله رحلتي التصويرية بشكل عام في حياتي ومسيرتي إن شاء الله هو مش ممكن تصنع لك بصمة وهوية ومكان في سوق العمال أو في الإطار الفني بشكل عام إلا بنظرتك المختلفة فأنا الحمد لله يعني ما أخذ الموضوع هذا كشيء أساسي يا إنه أصور الشيء بطريقة مختلفة أو خلاص يا بلاش فالحمد لله يعني كانت أساسياتي هنا في مارب طبعا كلها مصمن زارت سياحية وأماكن سياحية وتراثية لكن قررت أن أدخل في التحدي هذا مع نفسي وأنه التصوير بيكون كله بزاوية مختلفة وبتوقيت مختلف يعني كنت أدخل النت مثلا إذا أشتري أصور عرش بلقيس أدخل النت أشوف صور السياح كاملة اللي قد زاروا العرش وأشوف صور أيضا المصورين المحليين اللي قد زاروا العرش وأقرر أن أنا أعمل صورة مختلفة تماما يعني لا يمكن أن تكون متكررة أو مستنسخة من أي فكرة أخرى عبد الله ما هو مدى استخدامك للتعديل في الصور نعم استخدامك للتعديل في الصور برامج التعديل الفوتوشوب وغيرها ممكن تعيدي ما هو مدى استخدامك لبرامج الفوتوشوب وغيرها في تعديل الصور طبعا أنا أقدر أقول أن استخدامي لها بنسبة أربعين في المائة أو ثلاثين في المائة بسبب أيش مثلا عندنا الأجواء دائما نستخدم طبعا التعديل أكثره في التصوير لاندسكيبل له تصوير الطبيعة يعني بسبب الأجواء تكون الأجواء هنا مقبرة وأتربة كثير فأضطرنا أنا أصفي أصفي هذه الأشياء طبعا الناس بيستغربوا دائما أنه إحنا ما شفنا هذا المنظر هذا المكان مش بهذا الجمال دائما نعتمد في التصوير أصور في الساعة الذهبية يا في الشروق يا في الغروب وهذا ما تعنيه لذرة المصور أيضا أخذ عاملة تصفية التي هي تصفية نعم بالضبط يعني أنا مش ممكن أنا أروح أصور المكان في الظهر ومش ممكن يعني أبدا طب عبد الله هل مزيدك أنا أشياء أصور أي مكان بحيث أنه المشاهدين بالكامل ما قد شافوه أبدا يعني لأنه دائما الناس ما تخرج قبل الفجر أو بعد الفجر ما تنتظر في الأماكن التي زارتها إلى مغرب وهذا ظاهر في الصور فعلا طب لكن عبد الله هل ما زلت تذكر أول صورة التقطها أول صورة التقطها كمصور صحفي ممكن يمكن الصورة اللي بقت في رأسك إنها أولية أول صورة التقطها كانت في مخيماتها في مخيمات النازحين يعني كانت لطفل مرمي على الباب وجالس ماسك يعني أزك الله ماسك يعني أكياس فارغة من أمام الباب ويا كلها يعني الموضوع كان مؤسف للغاية وأقرب الصور إلى قلبك الصور هذه دائما طبعا الصور الإنسانية الصور هذه بشكل عام أنا الصور الإنسانية ما أتعمد أنشرها في صفحتي أتعامل معها بشكل شخصي وتعامل مع المنظمة الإنسانية بسبب أنه لو أنشرها أو شيء يعني في ناس بتفكر أنه هو نستغل معاناة الناس من أجل يعني نشتهر أو وكهات نظر طيب ربما هو الصوت يوصلك متأخر ويوصلني متأخر عشان كده قلسي نقاطع بعض لكن سألتك عن أقرب الصور إلى قلبك وإيش حكايته ربما في صورة من الصور اللي جمعتها طوال هذه السنوات كانت قريبة لقلبك إيش هي أنا أقرب صورة لي هي الصورة اللي فستها يعني كأفضل صورة في 2018 كانت لسد مأرب الصورة هذه تعبت يعني من أجلها وتحركت إلى الموقع صباحا وما مشيت إلى مغرب فبسبب يعني المعاناة اللي حصلت لي عشان أصور الصورة هي اللي خلت يعني قيمة الصورة في داخلي كبيرة جدا فاضطريت أن أنا أخرج صباحا وبسبب عرقلة الأمن وممنوع أن ندخل كاميرا إلى السد وبسبب تأخري أيضا لأنه انتظرت إلى مغرب وحاولت أن أنا يعني أنسق مع القارب ويعني أشياء كثيرة فالحمد لله يعني الصورة هذه لقت رواج كبير وفستها الحمد لله بجدارة يعني طيب عبد الله أنت عملت مع اللينة الدولية للصليب الأحمر كمصور متعاون إيش اللي يحققوا لك هذا وإيش اللي أضافوا لك هذا الموضوع الحمد لله بيمشي باستمرار ويعني بيضيف لي أن أنا أستمر واحد يستمر في هذا الجانب لأنه بيحقق الهدف من الصور يعني اللي يلتقطها يعني كهدف إنساني هدف اجتماعي هدف تنمية مستدامة فالحمد لله من هذه الجوانب يعني أكثر شيء أستفيد منه أن أنا أشعر بقيمة صوري يعني طيب أكيد في هذه المسيرة لقيت صعوبات ومعوقات واقهتك إيش كانت إلى قانب الأمنية الحمد لله أنك قلت الأمنية يعني هذا شيء مشترك أنا كنت قبطيز تتكلم عنه ومعذورين بسبب الوضع فمعذورين بسبب هذا الشيء لكن كمعوقات واجهتني غلأ الأدوات يعني هذا أكثر شيء إيش؟ كاهل المصورين رح صوتك إيش؟ أسعار الأدوات بشكل عام أسعار أسعار الأدوات أسعار أدوات التصوير ربما لو كنت تعمل في مكان محدد هم اللي يوفروا لكن شخصياً ما تتكلمش وشيء ثاني ممكن تعيدي قلتك لو كنت تعمل في مكان معين المفروض هم اللي يوفروا الأدوات هذه لكنك كشخص صعب توفره طبعاً لأنه هذا كله جهد شخصي في البداية وطبعاً ما زال في اليمن حتى وإن اشتغلت مع أي جهة في الأخير يعني الجانب الشخصي أنت مضطر أنك تعين نفسك في أشياء كثيرة فأكثر شيء أنا أعتبره كمعوق هو الأشياء الداخلية يعني الكسل والخوف الحمد لله هذولا تغلبت عليهم وهي أكبر معركة ممكن الشخص يخوضها هي مع نفسه يعني إذا راحت هذه الأشياء الكسل والخوف أنت ممكن تماشي الواقع بإمكانيتك البسيطة وبالظروف المحيطة طيب تفكر تعمل معرض تقمع في صورك أنا معي مشروع قادم إن شاء الله أنا مشروع عمل عليه من ثلاث سنوات عندي أفلام سياحية إلى جانبي يعني المعرض الصور فقريب إن شاء الله في مفاجأات كثيرة يعني الموضوع بس مشغل فقط في الفوتوغراف عدني بقول لك إحنا ما تكلمناش خالص عن الأفلام وصناعة الأفلام لو تتكلم قليل عن صناعتك للأفلام أكثر صناعتي للأفلام هي في جانب في الجانب الإنساني وأكثرها للمنظمات يعني ما بتنشر عن طريقهم طيب هذه الأفلام والصور أكثرها في الأفلام أو شاركت فيها في مسابقات أو مارجانات خارجية يمكن هذه المفاجأة التي تتكلم عليها أنا قد كنت شاركت السنة السابقة في الحمد لله كانت توصل للمرحلة قبل الأخيرة ويعني مصورين عالمين يتفوقوا بكثير الحمد لله يعني أنا أعتبر نجاح بحد ذاته أنك تتخطى مراحل كثيرة في مشاركات محلية أنا شاركت في مسابقة نظمها على مستوى اليمن هنا في مسابقة اليمن في عيوني كانت لكل المصورين في اليمن والحمد لله فست في المركز الأول في 2018 عن قدارة أتوقع طيب عبد الله إذا أراد هاو التصوير الوصول لمرحلة الاحتراف كما توصلت أنت ما هي نصائحك له؟ والله أنا لا أعتقد أني قد وصلت في مرحلة الاحتراف هذا أولا كلنا ما زلنا نتعلم وما زلنا في بداية الطريق يعني بالذات موضوع التصوير هذا موضوع طويل وبيضل الواحد يتعلم فيه طالما هو عايش وبيمارس المهنة هذه نصيحتي أولا التغذية البصرية التغذية البصرية هذه مهمة وهي الأساس في الأمر أنت ممكن تتخذ كاميرا وتصور ممكن تلتقط منظر جميل ممكن لكن ما فيش أساسيات أنت مشيت عليها من أجل عين المشاهدة اللي بيشوف الصورة ترتاح وبتخليه يجر عينه يعني إلى نقطة معينة أنت كانت هي هدفك في الصورة فأول شيء التغذية البصرية ثانيا الاحتكاك بالمصورين الاحتكاك بالمصورين يختصر عليك مسافة من حياتك التعليمية بشكل كبير وتأخذ معلومات مفيدة لا يمكن أن تأخذها من الأنترنت لأنه كل مصور في الواقع وحسب البيئة المحيطة بيصنع أفكار معينة بيطلع معلومات جديدة التصوير مش محصورة معلوماته على أمور معينة فقط ولا على أشخاص معينين ولا أساسيات معينة إنما في كل واقع وفي كل بيئة فيه مصور بيصنع الطريقة الأمثل لهذه البيئة ثانيا موضوع الأساسيات التصوير هذه ضروري كل شخص يمر عليها من أجل تترتب صوره تترتب طريقة التقاطك للصورة يعني كمبتدأ والحمد للأساسيات بسيطة وما عد فيه أي شيء أي معلومة لم تعود حكرا على أحد يعني الأنترنت لم يبخل على أحد بأي شيء اليوتيوب استغلال اليوتيوب هذا يعني من أهم الأشياء وأنا أعتبره معلمي الأول والأخير يعني إلى جانب أشخاص يعني كان لابد من شكرهم في البداية ساعدوني وحمد لله منهم الأستاذ إسامة القعاري ومصمم جرافيك ومنهم عماد الصبري ونبيل الأوزري هذا ولا وقفوا معي في بداية الطريق والحمد لله هذا بفضل مسألة الاحتكاك بالمصورين الحمد لله إلى الأن لم أدرس أي دورات التصوير الفوتوغرافي عبد الله طيب باختصار أطلنا قليلا لو باختصار نرى كثير من الناس ينتقدون المصورين الحريصين على وضع أسمائهم على الصور في الغالب حرصا على حفظ حقوقهم في ناس يعتبروا ذلك تشويها للصور وأنانية من قبل المصورين ما تعليقوك؟ باختصار لو سمحت أنا الحمد لله بإمكانك تصفح الصور كاملا أتكلم عن شخصي أولا من ثم أتكلم عن الموضع بشكل عام أنا بالنسبة للتوقيع في الصور يعني يكاد لا يراه المشاهد أساسا حتى أنهم يدخلوا يقولوا يا أخي ليش ما نسوي شعارك تقول لهم موجود أسفل الصورة بشكل موه خفيف تعتبر الموضع وبعض الصور أنا لا أضع فيها الشعار لكي لا تتشوه أساسا ثانيا مواقع التواصل الاجتماعي يعني لا ترفع الصور الصورة عند نشرها لا ترفعها بالدقة التي ممكن أن تقلق عليها في استخدامها أو شيء يعني هي مجرد عرض يعني ممكن أنك تقلق على الصورة الأصلية إذا خرجت بدون شعار أما الصور التي تعرض في مواقع التواصل الاجتماعي في الأخير يعني حتى إذا قصها واحد ونشرها أنت ما تقدر تقول أي كلمة يعني المسألة طبيعية ثانيا أنا في مسألة المناظر الطبيعية أنا ما أخذ مسألة أنه ترويج سياحي لبلدنا جميل يعني ما أنا شما أخذ الموضوع أنه كحقوق شخصية لي يعني حقوق شخصية لي لما أشتغل في استوديو لما أصنع الصورة صناعة أنا أما أصور منظر طبيعي عبدالله مقبرة على مقاطعتك في الأخير أشتغل سائم يعني الحديث شيق لكني مقبرة على مقاطعتك لانتهاء الوقت أشكرك جزيلا شكر أتمنى لك كل التوفيق عبدالله ولكي كل الشكر شكرا لك شكرا لك شكرا